هنا ومن بين الأراضي الزراعية الخضراء في سنديون بمحافظة القليومية عاش الشيخ محمد فريد السنديوني بين حقول المزارعين حافظ السنديوني كتاب الله عز وجل بكتاب قريته الريفية حيث أصبح واحداً من أعلام مصر دولة التلاوة مرحباً بحضراتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي بفضيلة الشيخ عليكم أهلاً معارك معالي أهلاً وسائل أهلاً وسائل صاحبه فويلة درجة تاني للتحول اللي حصل للشيخ عبد العظيم حسن الشهير بمحمد فريد السنديوني نعم طيب حركت تفضلت وقلت قبل فاصل أنه يدوب قعد شهرين تم اعتماده كمطرب بدل يطلع كمطرب شهرين وتحول إلى القارئ القارئ محمد فريد السنديوني الناس أول ما سمعته هو قارئ الجنينة قالت لا تده حاجة كبيرة أوي في القراءة وهو ده قارئ فوجد نفسه في القراءة أكثر مما وجد نفسه في الغناء وهو دارس مزيك وحافظ ودارس قراءات على الشيخ صالح ومن الحكاية كلها مهيئة لدرجة أنه لما طلع باسم محمد فريد السنديوني الناس تكلمت بأنه ده اسم مستعار ده اسم شكله كده فني يكونش كالناوة مولانا يمشي محمد فريد في سكة التلاوة وعبد العظيم حسن في سكة الغناء ما حصدش هو تقدم هنا باسم محمد فريد وهنا باسم محمد فريد ما فكرش التفكير دي لا هو انبهر بالموسيقى جرب الغنوة فمشيت معاه قالوا له لا ده انت في القراءة أحسن رجع للقراءة انبهر بالقراءة يعني هو من نفسه لا هو حس حس بأنه هو كمقرئ أجود منه كمطر وبقولك اللي حواليه ناس ممن يعشقون القراءة محمد عبد الوهاب كان في لجنة الاستماع برم التونسي عائد إلى الله في نداني لبيته محمد عبد المطالب بيصلي الفجر والعيشة كل يوم في سيدنا الحسيني يعني فيه جو مش مضاد لل في هذا الوقت ما فيهش ضدية للدين ولا الالتزام ده فالمهم الحاصل انه قعد بقى يقرأ حوالي بتاعة ثلاث سنين كسر الدنيا مين يتصل به الجماعة بتوع الشرق الأدنى اللي كانوا بعنيهم على قراء مصر في القدس هناك في فلسطين وفي هافا وكذا الاخري عشان ييجي عندهم هناك ويقرأ فذهب إلى فلسطين وإلى هافا من سنة واحد واربعين إلى سنة تمانية واربعين لما حدث الاحتلال الصهيوني المعروف والحرب وما حدث عامل نكب السبع سنين لما غابهم غابهم من غير إذن يعني احنا اعتمدناك وعطينا لك صورة وره يمكزة وفي فجر يمكزة فاخد بعضهم ما يعرفش إنه لازم يبلغ عالشان يعلق مكانه إلى أن يعود أو شيء من هذة القبيلة فالجماعة بتوع الإزاع زعله يعني احنا ما ناخدش خبر ونسمع صوتك هنا وهنا وهنا مجلجل وبعدين احنا يعني ما تقولناش السلام عليكم زعله فلما جه بقى ورجع سنة تمانية واربعين راح للإزاعة عشان هو معتمد عزير جعبيت وبقى اللي كمان فقالوا له لا يا حبيبي ده انت لازم تعيد الاختبار فزعل قوي هو معوليد قلنا ايه ستاشر ابتدى يقرأ من ستة وعشرين ستة وعشرين واحنا دلوقتي في تمانية واربعين يبقى اتنين وعشرين سنة قعد يقرأ يعني قرق قديم يعني اتنين وعشرين سنة قعد يقرأ فاجتمعت اللجنة تفضل اقرأ فرح مغني لهم واخد بالك يعني زعل زعل وقال لهم راح داخل في الغنى فالناس يعني ايه مولان احنا بنقول لك اقرأ ما تيصر علشان قال لهم لا انا اختبر بعد اتنين وعشرين سنة من تلوتي اللي اللي ملأت العالم مش ده نوع من انواع الاهانة ليا انكم تمام وبعدها راجل معتمد عندكم بزبط ومختبر عندكم وانا راجل دارس دارس الموسيقى ودارس القراءات وحافظ كويس وقعد انا وانا كنت بالعب في السبع السنين انا كنت في يافة اقرأ كل يوم وبالساعات فما يناسب شريكم الا ان انا غدنين اعتراض على اعتراض على عدد اختبار اصداد زعلهم واعتبر انه دي نوع من انواع يعني الاهانة لهم هما ف قالوا لا كده انت ايه ما اختبرتش احنا لازم نختبرك وتجتاز فراح عمل حاجة جريبة عجيبة مما يدل على ان نفسيته عزيزة عليه يعني في الحكاية دي راح فتح قهوة اعترض بقى على الشغل كله وفتح قهوة وفتح قهوة تانية في شبر الخيمة فتح قهوتين قهوة قريبة هنا كده وقهوة في شبر وبقى يقرأ ما تيسر في القهوة للحضرين يقرأ في القهوة للحضرين اه زل حكواتي كده مثلا زماني اه يعني بدل ما يسمع ما تسمعوني في الراديو هتسمعوني هنا في الاخوة وظل هكذا يقرأ في القهوة لرواد القهوة الى ان مات مات سنة كام مات سنة خمسة وخمسين والعمر تسعة وثلاثين سنة فالشيخ السنديوني الحقيقة بقي بعد ما رحل وبقي مؤثرا لانه سبب البقاء هذا اولا انه كان مخلصا وثانيا انه كان دارسا للمقامات والموسيقى وتبحر فيها وثالثا وهو الاهم انه كان حافظا جيدا عالما جيدا قارئا جيدا يعني القراءات كان متمكن منها تمكن شديد على ايد الشيخ صالح اليازر